جهاز ابل ماكبوك برو بمعالج الـ M1 هذا الجهاز الذي جاء بشيء لا تتوقعه واختلاف من ابل للطريق الامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخدكم فيصل السيف وهذا هو الماكبوك برو 2020 لابتوب نحيف وسهل في التنقل يتميز بامتلاكه معالج الـ M1 الخاص بأبل يعتبر اول معالج من تصنيع ابل يكون مخصص للحواسيب ايضاً المفروض ان هذا المعالج يقدم كفاءة عالية مع استهلاك طاقة اقل من اي معالج موجود سابقاً في اجهزة الماكبوك برو وبصراحة انصدمت لما بدأت في استخدام هذا الجهاز المهم دعونا نقول ان اللابتوب من ناحية التصميم لا اختلف ابداً البعض يرى ان ابل ضيعت الفرصة ولم استخدمت تصميم جديد مع المعالج الجديد لكن ابل وجهت نظرها ان التصميم جميل جداً وما يحتاج تعديل حالياً ومسألة التمسك بالتصميم هي مسألة تابعة الابل ولكم الخيار في تقبله من عدمه من ناحية تصميم متزن لابتوب رائق وهوية واضحة عموماً من الجهة الخلفية يأتي شعار التفاح ومن الأمام يأتي شاشة تحتل الحيز الأكبر من الواجهة اللابتوب مصنوع من الالمنيوم ومواد بحسب ابل قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% اللابتوب يعتبر نحيف فزنه تقريباً 1.4 كيلوغرام من ناحية لوحة المفاتيح فأبل يسميتها Backlit Magic Keyboard بعد التجربة توزيع الأزرار فيها مناسب وتقدم سلاسة مرضية في الكتابة وتكرار الحروف لم يحدث معي في هذا الكيبورد شريط اللامس التتش بار موجود على الكيبورد ويقدم اختصارات مفيدة قابلة للتعديل وسهولة وصول لبعض الأوامر أيضاً بجانب التتش بار يأتي مستشعر التتش اي دي وهو من خلاله يمكنكم تشغل الجهاز والطفوه وأيضاً البصمة الموجودة على هزر تستخدم بالدفع في خدمة أبل بي وبعد التجربة الاستجابة والسلاسة كانت جيدة جداً التتش باد عريض ومأخذ مساحة كبيرة لتسهل عملية الاستخدام أيضاً يدعم الإيماءات وتدعم اللمس المتعدد مثل التنقل بين الصفحات والتقريب والوصول السريع لاختصارات الوجت وغيرها من الاختصارات الأخرى الشاشة بحجم 13.3 إنش من نوع IPS دقتها 2560x1600 مسمى ريتنيا ديس بلي أيضاً تأتي بكثافة 227 بيكسل للإنش الواحد وتدعم تقنية True Tone معالج M1 معالج هذا الجهاز يأتي بثمانية أنوية أربعة أنوية للأداء ستعطي أقوى أداء في الاستخدام وأربعة للكفاءة ستعطي الأداء المناسب للاستخدام اليومي والمفروض أنها تستهلك طاقة أقل أما المعالج الرسومي يأتي بثمانية أنوية والمعالج العصبي وهو Neural Engine أو MPU يأتي بـ 16 نواة في إختبارات القيك بنش 5 أعطي المعالج 1744 نقطة للنواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة 7655 نقطة وقدامكم مقارنة بينه وبين لابتوبات أخرى من هذه الفئة ذاكرة الأشوائية 8 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت أما المساحة التخزينية فتيأتي من 256 جيجا إلى نسخة الـ 2 تيرا مثل هذا الجهاز الذي أمامكم وطبعاً كلهم من نوع SSD تطبيقات أبل التي تعودنا عليها على أجهزة الماك صارت أسرع بفارق من الحوض عن السابق بعض التطبيقات التي تعمل على كل أجهزة أبل مثل تطبيق تويتر يعمل بكامل خصائص وتقريباً وبنفس السلاسة في كل مكان وهذه النوع من التطبيقات يسموها أبل الـ Universal Apps التطبيقات العالمية وهناك تحديثات رسمية لكثير من التطبيقات لدعم معالج M1 بشكل يومي التطبيقات التي تحدثت وصارت يونيفرسل ستعمل معكم على الماك من خلال برنامج روسيتا 2 من أبل وهو برنامج يجعل التطبيقات المبنية على معالجات انتل تعمل بشكل طبيعي على معالج M1 بدون أي تدخل منها لكن عندما تنزل نسخة M1 سيكون الأداء أفضل وأحسن وأيضاً تلاحظوا أن بعض التطبيقات المفروض أن ننتظر التحديث لكي تصبح استخدامها أفضل معلومة أحب أن نوح عليها وهي المعالج جديد فطبيعي بعض التطبيقات والأقل غير رسمية من أبل لا ستعمل بكفاءة كاملة وتصبح مشاكل في طريقة الاستخدام فضعت لكم رابط في الوصف من خلاله تعرفوا إذا التطبيقات متوافقة على هذا الجهاز أو لا وأيضاً يريد لكم تقيمه إذا نفس اللابتوب أنتوا التطبيقات الأساسية التي تستخدموها عليه هل مناسبة مع نفس الماكبوك برو 13؟ ستجدوا أن الـ M1 أعطى أداء أفضل أو لا؟ أيضاً، لو انتقلت للبطارية فتحسن أداءها بشكل ملحوظ جداً وصارت تعمل لوقت أطول بكثير مقارنة بنفس الجهاز الذي يأتي بمعالج الإنتل وفقاً لأبل، فإن الجهاز يستمر لـ 17 ساعة من التصف على الإنترنت و20 ساعة من مشاهدة المحتوى حسب أغلب التجارب، وجدنا اتفاق أن الشحنة الواحدة تكفيكم يومين للاستخدام اليومي المتوسط بالراحة نتحدث عن استخدامات الفترات الجيدة منافذ الجهاز لم تغيرها وهي نفس منفذ السماعة ومنفذين Thunderbolt 3 Type-C ومحتويات الصندوق، لابتوب وشاحن الماكبوك برو بنسخة M1 سيتوفر في الأسواق المحلية ابتداءً من 6.299 ريال وأمامكم العمولات الأخرى الإيجابيات والتصميم أداء المعالج ممتاز ومستقبلاً سنرى دعم أكبر له من قبل المطورين أيضاً، أداء البطارية يفرق عن نسخة انتل وهذا الشيء يعتبر جيد دعم تطبيقات آي او اس وتوافق أكبر وأفضل مع تطبيقات أجهزة أبل أيضاً، لتمنى تكون أفضل، بعض التطبيقات للحين ما اشتغلت وإن شاء الله يأتي التحديثات التي تكمل كل التطبيقات وكالعادة، مع هذه النوع من الأجهزة الماكبوك برو والتي تكون بأحجام صغيرة وحتى الماكبوكير لا يوجد منافذ كفاية يعني فقط منفذين على الجنب وبالتأكيد يجب أن تشتروا أدابترات وقطع وصلات أكسسوارات لإستفادة كاملة من قدرات توصيل الجهاز بكابل نتورك أو شاشة خارجية وغيرها من الأمور وتظل خطوة أبل مع هالجهاز مرة قوية نهاية الفيديو وكل فيديو، أعطوني رأيكم في التعليقات ملاحظون أن هل ترون مستقبل أجهزة أبل؟ والمعالج اللي بعده؟ هل يكون أم 2؟ أو هل يكون أم 1 ثنائي؟ سبحانك وحمدك، أشهد الله إله إلا أن تستغفر وركبة أتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد سبباً إلا أنساء Gedanken سابقían إلا أن ترون بروح primلاقات سابق إلا سابقواد سابقاد